اشتركوا في القناة الفين اربعة وعشرين قبل ما نبدأوا ما تنساوش تدروا جيم الفيديو تدروا البرتاج وتخليوا تعليق واي واحد دوز المتيحان اللي يوفقه اعطاه شي سؤال لي هو جديد او غريب يخليه لينا في تعليق باش ان شاء الله نديروا عليه نموذج كيف العادة هات السلسلة ان شاء الله باش ما يكونش الفيديو طويل غنقسموها على جوج ديال الاجزاء جزء اول وجزء تاني الجزء التاني غنلقاه في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا على بركة الله السؤال رقم واحد يمكن لي ينحيط حامل العربة نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج حامل العربة هو الكريك يعني في هذه الحالة واش غالين ينحيطوا الا كيف ما كنشوف هنا ان باقي عندنا جوج ديال البرونات مراكبينش يعني يا تسائق هذا انسى هات جوج بورونات حتى يركبهم كل الاجالة اللي كيكون فيها خمسة كل فيها اربعة كل فيها ستة على اين تسائد هذا انسى جوج ديال البولونات يعني وش يحيط حامل العربة الا اذا الجواب صحيح هو رقم جوج السؤال رقم جوج واجب علي نوقف على الجنبليمن لاجابة واحد ننقص من سرعة لاجابة جوج في هذا الحالة الى لاحظنا الدراكي عاطيني بهذا الاشارة دياليد يعني السباع كاملين مسرحين هاد الاشارة كتعني انني خستني نقص سرعة الى بغي يوقف لي كيشير لي بسباع واحد الى بغي يوقف لي كيشير لي بسباع واحد يعني نفس الحركة غير هو كيكون سباع واحد واللي مسرح والاصابع الاخرين كيكونوا مجموعين اذا هنا في هذه الحالة نقص سرعة فقط الجواب الصحيح هو رقم جوج السؤال رقم ثلاثة من لك يكون الازدحام كاللوت عقل الاجابة واحد كانت سهلك اكتر الاجابة جوج من لك يكون الازدحام كانت سهلك اكتر اما قضية التلوت الى كانت سيارة كالدير الدخان ره الموتور كي يكون الزيت يعني ما عندوش علاقة بالازدحام يعني الازدحام كي ولي عندي لاستهلك اكتر اذا الجواب صحيح هو رقم جوج ومن جهة اخرى ركالناس اشرحنا في الفيديو السابق انه دابا حاليا في الانتحام السؤال اللي كيكونوا فيه جوجي للاجوبة ركان جوجه لاختيار واحد واللي كيكون صحيح السؤال اللي كيكون فيه ثلاثة دي الاختيارات ممكن يكون واحد صحيح ممكن يكون جوج ميكونوش بثلاثة ممكن واحد ممكن جوج السؤال اللي فيه بعض الاختيارات ممكن يكون واحد صحيح ممكن يكون جوج ممكن يكون ثلاثة ما يكونوش بربعة مفهوم؟ لكننا شرحنا المسألة هذه في الفيديو السابق إذن الجواب صحيحنا هو رقم جوج السؤال رقم 4 المعلومات المشار لها على لوحة القيادة كتعلمني على أنه يمكن لي ينمشي بكل آمان نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج هنا عندي طبان غاديش هالطريق عندي جوج للأضواء في الطابل وشاعلين واحدة ذات السنطق ووحدة إما فرنامال طالع إما كنشي خلال في الفران يعني حتى نشوف فرنامال ديالي إلا كنفرنامال لهابط إلا كنفرنامال لهابط يعني كنشي مشكل في الفران خس نوقف يعني كنشي مشكل في الفران إذا الجواب صحيح هو رقم جوج السؤال رقم 5 عند السيدان عند الإسيدان أجزاء الجسم ديال الأطفال اللي كتكون هشة هي الرأس نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج العنق نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة أربعة عند الإسيدان الدر الصغير سأرى كله يكون رطب يعني الجسم ليه يكون هش سواء الرأس أو العنق كيف ما نقوله بقي فتي كامل بقي رطب يعني الرأس يكون هش والعنق كذلك يكون هش يعني الجواب صحيح هو واحد ثلاثة سؤال رقم 6 لتغيير العجلة نبدأ حل مسامير الإجابة واحد بتفكيك المسامير الإجابة جوج رفع السيارة على الرافعة الإجابة ثلاثة دائما اللي بيت نبدل البنو أول حاجة هو كنحل المسامير يعني مشي كنحلهم من حييدهم إلا غير كننفسهم قبل من نهز يعني السيارة قبل من نهزها بالرافعة بدك الكريك حتى كننفس الكروة البورونات من اللورين هاد البورونات اللي كيكون هنا كننفسهم من اللورين والرويدة بقى في الأرض علاش هنت مني كنن Berani هز رويدة في السماء رويدة مني كت تقول مهزittle مني غاندور ذاكي البورون غاندور ليا رويدة كاملة والبورون كيكون مزاير يعني أول حاجة كننفس البورونات من اللورين يعني أول حاجة هو كننفسك الفيسات يعني أول شي هو نحل المسامير بالنسبة للتفكيك المسامير يعني نحيضهم من بلايسهم إلا رفع السيارة على الرافعة إلا أول عمال نقول لك هنا باش غدين نبدأ أول شي هو كنحل المسامير إذا الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال رقم سبعة إلا ركبت عجالات كبيرة على الحجم العادي يمكن تسبب التحام جيد للعجالات الإجابة واحد أضرار ميكانيكية الإجابة جوج تبات جيد للعجالات على الطريق الإجابة ثلاثة دائما إلا ذرت واحد للبنوات يعني كبار على الحجم ديال السيارة أرى غدي يكون عندي أضرار ميكانيكية ما الشي غدي يكون عندي التحام جيد للعجالات إلا أو تبات جيد للعجالات في الطريق إلا سيكون عدي أضرار ميكانيكية نحن ليس حسن من الشركة اللي يعطينا واحد يعني واحد الهيكل او واحد السنف دي العجلة للسيارة دينا وننضوحنا ونجيبوا واحد رويد اللي لا علاقة لهم بذلك السيارة ونركبوهم لها يعني غدي يقولوا عدنا أضرار ميكانيكية من الحوج اللي غدي يكلوا الشحط هو لزامون تيسور غدي يكلوا الشحط اذا في هذه الحالة الجواب الصحيح هو رقم جوج كيكونوا عدنا أضرار ميكانيكية السؤال رقم ثمانية ضوء الطريق كتضوي على مسافة ما كتقلش على مية وخمسين مترو صحيح الاجابة واحد خطأ الاجابة جوج دائما ضوء الطريق مش كيضوي مية وخمسين مترو كيضوي فقط مية مترو كيضوي مية مترو وضوء التقابل كيضوي تلاتين مترو يعني في هذه الحالة وجدوا الطريق كيضوي مية وخمسين مترو خطأ اذا الاجابة الصحيحة هي رقم جوج السؤال رقم تسعود الاطفال لازم يجلسوا في مقاعد مصادقة عليها الاجابة واحد مهيئة لحجم الاجابة جوج موضوعة من الافضل في الخلف الاجابة ثلاثة موضوعة من الافضل في القدام ويكون اتجاه ديالها معاكس الطريق الاجابة ربع الدراري الصغار يعني التجارب العلمية اكدوا على ان الدراري الصغير من الافضل انه يركب حدك القدام ويكون في مقاعد دياله خاص يعني خاص مقاعد تكون مصادقة عليها يعني كيف مكا نقوله جودة مزيانة مشي شي حاجة شينوى شي حاجة اللي هي عيانة حينت السلامة ديالطفل هي اهم شيء يعني مقاعد مصادقة عليها ومو هيئة للحجم ديالهم الجيني يمكنك الthey على هذا الشكل كيف يمكنك كمك اصعى بتحفيع وتحفيع مقاعد الكاء مشيود ان يكون جادير ومعاكس الطريق سواء درس القدام او درس اللور يعني نحطه فر الوضع ايه هذي يعني الطريق عاطيها بالظهر على هاد البوزيسيو هذي نبهنا مقدم السيارة هو هاد الاتجاه يعني هو كيشوف العكس ديال الطريق بشي لقدر الله إذا قدر الله وقعد شي حادثة والدر كيبقى مأمن ولكن شي فرام اللي هو السيك مثلا كيفما كان عارفو ان في الفرام السيك الشخص كي يندفع لقدام الدرس صغير لا كان كيشوف يعني الوجه دياله ولي كيشوف طريق يعني الدغط دك حزام السلامة غينزلي عن الجسم دياله من القدام والجسم الامامي كيكون هش يعني رطب ماشي بحل الدهر الدهر كيكون قوي الجسم ديال الانسان الجهة الامامية ماشي هي الخلفية يعني الدهر ماشي هو البطن نفروم؟ يعني كان ديرو فضل بوزيسيو هذي بشي لكان شي فرانسي كل شي حادثة لقدر الله الدرس الضغط دياله كي نزلي على الدهر دياله مشي بحل نزلي على الجهة الامامية كي نلقال مفروم؟ اذا هنا من الافضل كيف ما قلنا يعني مقاعد مصادقة عليها مهي الحجم ديالهم وموضوعه من الافضل يعني ماشي من الواجب ماشي من الواجب نقدروا نديرو هنا واحد جوش ثلاثة ولكن في المدونة الجديدة كيف ما قلت لكم ان السؤال اللي فير بعادين الاختيارات ممكن نديرو واحد جوش ثلاثة كان دخله غير ثلاثة الماكسيم ثلاثة مفروم؟ كان جاوبوا على واحد صحيح ولا جوج ولا ثلاثة الأجوبة صحح ممكن نديروهم باربعة كون كانت المدونة السابقة سنديرو واحد جوش ثلاثة اربعة مفروم؟ اذا في هذه الحالة كان جاوبوا على واحد جوج اربعة والدرم ان نديروه في الامام كان وقفوا ال ايرباك يعني الدرم اللي حطينا احدنا في الامام فهذا الوضعية هذي ال ايرباك خسنا نسكتوه ما يبقىش خدام باش إلا قدر الله شي استيطام ال ايرباك فاش يخرج ما يقضفش لي الدرم انت القوة باش يخرج ال ايرباك الدرم الدرم غير يقضفه يعني ال ايرباك خسنا نسكتو عد سؤارة كي نبف انتحان اذا هنا واحد جوج اربعة وحتى اللي عندو شي سيارة يمشي المقعد الايمن اللي جنب السائق كان تم واحد منين كانوا وقفوا ال ايرباك ومنين كانوا شغلوه ودير لك واحد العلامة يعني الدرم الصغير اللي كان حداك تسكت ال ايرباك يعني انتيري تخدم ال ايرباك وحتى الدرقة ديال الشمش يعني دل المقعد الايمن الى هبطوها ستلقى واحد الاشارة ديال ال ايرباك يعني الدرية انتيري يبقى ال ايرباك خدام حانت كيف ما قلنا يقدر الله شي السيدان الايرباك غادي يقدف هذا الطفل اذا هنا واحد جوج ربعة السؤال رقم عشرة في طريق السيار بسرعة 110 كم في الساعة بدل 120 كم في الساعة على مسافة 100 كم غادي نكون ضيئة كثر من 4 دقيق الاجابة واحد 20 دقيقة الاجابة جوج كان سهلك الوقود قل نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة أربعة اول حاجة سوف نشرح هذا السؤال هنا قل لك انتاق هذه في طريق السيار وعندك واحد المسافة 100 كم يعني بغي تضرب 100 كم وهذك المئة كم انتاق تمشي بها غير 110 كم عواد 120 انتاق تمشي ب110 عواد 120 شحال هذك المئة وعشرة غادي نقارروها مع المئة وعشرين شحال غادي نكون ضيئة ذي الوقت واشرب على ذي 30 دقيقة او لا عشرين دقيقة غادي ندرولها العملية الحسابية باش تجيكم سهلة اول شي نجيب الكاكيات ريس الحاسيبة هنا اول شي غادي نشده المسافة المسافة هي 100 كم ها هي غادي ندربوها في عدد الدقيق الساعة 10.8 دقيقة فيها ستين دقيقة يعني مئة فاش ستين تساوي كتساوي ستلاف تساوي ستلاف هات السلاف هذي غادي نقسموها لاش على السرعة يعني مقسموها على السرعة تساوي 50 دقيقة يعني هاد المئة كولوميت هاد المئة كولوميت هاد المئة كولوميت غادي ندربوها غادي ندربوها في سرعة جديدة غادي ندربوها في عدد الدقيق اللي هما 20 دقيقة نفشي رهي السلاف هات السلاف هذي غادي ندربوها بسرعة مش حل مشين احنا مش حل مشين احنا مئة و عشرة يعني غادي نقسموها على مئة و عشرة تساوي 54 دقيقة فسينا شي حاجة 54 دقيقة هذي 54 دقيقة غادي نقصوها من العدد الاول اللي هو 50 دقيقة اللي خرجت لنا اللولة يعني 54 ناقص 50 تساوي 4 دقيقة فسينا شي حاجة انتمنى تكون العملية واضحة واللي ما فهمش العملية اللي ما فهماش يعود يعود يعني العملية الحسابية من الأول ولنعودوا واحنا نتمنى الفيديو ما يكونش طويل اول حاجة قلنا كنشدو المسافة اللي هي مئة كيلومتر كندربوها في عدد دقيقة الساعة فيها 60 دقيقة يعني 100 في 60 تساوي 6000 هات السلاف غادي نقصوها على السرعة ذي المئة و عشرين هاي مقصومة على مئة و عشرين تساوي خمسين دقيقة النفس الأمالية المسافة اللي هي مئة كيلومتر في عدد الدقيق ساعة فيها 20 دقيقة يعني هي السلاف غا نقسموها على السرعة بش حلمشين نحن اللي هي مئة و عشرة تساوي 54 دقيقة هذة 54 دقيقة غادي نقصوها من 50 دقيقة اللولة اللي خرجت لينا يعني تساوي 4 دقيق فاصل مئة و عشرة مني كانت مشيو بمئة و عشرين كنقضع المسافة 200 كولومتر نقضعها في 50 دقيقة و نمشينا بمئة و عشرة كنقضع المسافة 200 كولومتر فاش في 54 دقيقة يعني 54 نقص مننا خمسين غا تطعين ربعة دقيقة فس الا شي حاجة نتمنى تكون العمالية واضحة و كانت سهلك الوقود قل نعم كلما طرعت السرعة كلما يزاد السهلك دين الوقود اذا هنا الجواب صحيح هو 1 3 سؤال رقم 11 إذا شعال هالضو الجاذب هذا يعني ان العجلة نقصت من اللي هو نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج مني كي شعالي هالضو هذا في الطابل يعني ان واحد نقص من اللي هو اذا الجواب صحيح هو رقم واحد سؤال رقم 12 في هذه الحضورة الطويلة الفرملة بصورة مستمرة تقد تودي التلف ديال الفرامل لاجابة واحد علبة السرعات لاجابة جوج الواصل لاجابة ثلاثة هنا قللك في هذه الحضورة طويلة يعني واحد الهبطة طويلة الفرملة بصورة مستمرة يلقي تناحاطر ليا الفران الشيء غادي يقع ليا اللي غادي يقول الدق هو الفراميل الفراميل غادي نتلفو يعني قد نخسره يعني الجواب صحيح هو رقم واحد سؤال رقم تلتاش الأجهزة اللي كتمكني نقص من سيلك الوقود نظام التوقف والإقلاع Stop and Start لإجابة واحد الجهاز المضاد للحصر لأجلات لا بي إيس لإجابة جوج ضابط سرعة لإجابة ثلاثة محدد سرعة لإجابة أربعة هنا قلل لك شرم المسائل اللي كيكونوا في السيارة يعني كي نقص من السيلك دين الوقود أول شيء هو نظام التوقف والإقلاع هذ نظام التوقف والإقلاع Stop and Start هذا الضوء دياله كين فاد الحديد جديد مني كن نقص من Stop طوبيلة كتوقف أوتوماتيك يعني كتسكت أوتوماتيك إن فوكيش عليا مثلا ضوء خضر كين كسيري كالدماري أوتوماتيك كتزيد وكين أغلبية فاد سيارات الهاجينة السيارة الهاجينة هي اللي كتخدم يعني بلسانسو بالضوء كهربائية ويعني وكتخدم حتى بلسانس يعني نظام التوقف والإقلاع Stop and Start الدور رياله مني كن وقفه في واحد Stop ياك كن وقفه في واحد مدة زمنية محددة يعني على حسب واحد وقت يعني مثلا السيارة إن فو توقف مثلا يعني وحد خمسة ثواني ولا عشرين ثانية على حسب السيارة كتسكت أوتوماتيك إن فو كان كسيري كتزيد أوتوماتيك مفروم قل لك الجهاز الموضد الحصر لأجارات Lape Es Lape Es ما عدوش علاقة بالكوز فو مأسودية للوقود Lape Es عدو علاقة بالفران Lape Es كيخلي لي السيارة أثناء الحصر السعجالي ما كتبلوكاش يعني الرويد ما كيتبلوكاش كيبقى عندي الحق نتحكم في السيارة وأنا من فراني دورت الفورو اللي من كالدور دورت على لسر كالدور هذا هو Lape Es بعكس الفران الآذي الفران الآذي مليكا نلسقه الفرانيك الرويد كيتبلوكاش ما كيبقاش عندي الحق ندور الفورو اللي من أو على اللي يصر يعني خاندور طوبي لا ما قديش الدور حتى نتلوق الفران Lape Es لا كيعطيك صراحية وانتن فراني أنك تدور المقود 17 ziekte اذا هو علاقة بالفراميل ما عندوش علاقة بالسلاك للوقود ضابط السرعة أو محدد السرعة ضابط السرعة محدد السرعة رأيد كيف كيف الدور ريالهم كيتب طلية السيارة اللوحة السرعة محددة بيت نمشي 120 كريق السيارة ح biًt يعني ضابط السرعة أو محدد السرعة راه كي ساهم يساهم أو كي نقص من السلاك للوقود إذا هنا 1 الجواب الصحيح هو 1 , 3 , 4 نتمنى السؤال يكون واضح السؤال رقم 14 ربض حزام السلامة في الخلف كي يحمي الركاب دي الأماكن دي الخلف نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج دي الأماكن دي القدام نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربع رأى الناس اللور يلكنوا دي السمطة رأى هم كي يحمي وروسهم وكي يحميوا الناس اللي قدامهم إلا قدر الله شي حادثة والناس اللي اللور مدينة السمطة رأى كلهم يترموا القدام عاد الناس اللي القدام غيروا اللي هم أم كرفسين أم كرفسين الناس اللي قدامهم يعني هنا ربض حزام السلامة في الخلف كي يحمي الركاب دي الخلف ودي القدام يعني واحد ثلاثة سؤال رقم 15 تم الفحص سيقني كيتبدل على حسب نوع المركبة صحيح الإجابة واحد خطأ الإجابة جوج اللي كي أدي تم الفحص الشاري لإجابة ثلاثة البائع لإجابة أربعة تم الفحص سيقني راه كيتبدل على حسب نوع المركبة صحيح يعني الكاميورة ماشي هو الطموبيل يعني كله عنده تمان واللي كي أدي تمان دي الفحص هو البائع مني كتكون شي عملية دي البيع أشرا أرى اللي كي أدي تمان دي الفحص ماشي الشاري البائع لإجابة ثلاثة واللي كي يخلص ثلاثة دي الفحص السيقني حينته ولي بغي بيع أما الشاري كي ذي لإجابة دي السير كلاسيو البائع كي ذي لإجابة البيع والشاري لإجابة تحرك يعني السنوية يعني الجواب صحيح هو 1-4 سؤال رقم 16 السير بمستوية سرعة عالية عنده تأثير على مدة صراحية المحرك صحيح الإجابة 1 خطأ الإجابة جوج السؤال كان دون أنه واضح يعني السير بمستوية سرعة عالية إلى ديما الموتور أنا أعطيه الدق وغادي بوحدة سرعة كبيرة أرى الصراحية ديالته كتولي قليلة يعني السيارة ما غيرتطولش معي بزاف إذن السير بمستوية سرعة عالية عنده تأثير إلى مدة صراحية المحرك صحيح إذا الجواب صحيح هو رقم 1 يعني ما غيرتطولش معي الموتور بزاف سؤال رقم 17 استعمال ضابط سرعة كي يكون ملائم أكثر في التجمعات السكانية على طريق السيارة ضابط السرعة هو متبت السرعة فنك نديروه في أغلب الأحيان في طريق السيارة يعني كيفيك سرية السيارة على السرعة اللي بغيت سيراتور يعني مثلا كيفيك سي السيارة على ١٢٠ كتب أغالية ١٢٠ بلا منحتاج أنني نقي السياراتور إذن هنا الجواب صحيح هو رقم جوج وأحد الملاحظة الإخوان كنشوف التعليق كي يقولون لي شيء مهم بعض الإخوة ما كود زكريا ما كود زكريا أنا لا علاقة لي بي لا علاقة لي بزكريا ما كنعرف شهد زكريا قناة سياقتي قناة قديمة بداية ٢٠١٤ ما شي الله بغى تبدأ هذه من جهة من جهة أخرى رأى عندي كينة باج وحدة باج فيسبوك وحدة هاللي كينة ألقيت عدة صفحات بالاسم للسياقتي و ألقيت عدة أبليكاسي في البلاي ستور باسم سياقتي وهما لا علاقة لهم بالقناة كينة أبليكاسي وحدة هاللي كينة سأضع لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو هاتش اللي كينة إذن قلنا في هذه الحالة ضابط السرعة كي يكون ملائم أكثر في طريق السيارة السؤال رقم 18 كل 6 شهر نتأكد من ضغط العجلات الإجابة واحد حالة ريش المساحات الإجابة جوج ضغط العجلة احتياطية الإجابة ثلاثة كل 6 شهر كان نتأكد من حالة ريش المساحات يعني السويغلاس هادوك الجلدات دياولو واش باقيم زيانين ولا لا والضغط العجلة الاحتياطية البنو السكور واش باقيم غوفر ولا لا إذا الجواب صحيح هو وجوش ثلاثة الضغط للأجالات يعني روايد بربعة لكي يتقلبوه من شهر لشهر إذن هنا جوج ثلاثة السؤال رقم 19 هات السائقة ربطات حزام السلامة بشكل صحيح نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج السؤال كنتظن أنه بين السمطة راها مملوية يعني مزيانة دايزة على الخسر وفي القفل ديالها يعني راها بشكل صحيح نعم السؤال رقم 20 قبل أي فحص يقني المراقب لازم ياخد صور دين المرايات الإجابة واحد دين المركبة كلها الإجابة جوج دين العجلات مكبرة الإجابة ثلاثة دين لوحة تسجيل دين المركبة الإجابة أربعة هنا قبل أي فحص يعني experiments دين المراقب أو التقني أن يكون دين الفيزيت مراقب يعمل سيارة الإجابه مناعية السحوات يصبر كاملة سيصبر مركبة يقب الآن الأمرية معago يصبر بشكل ص nitrogen لا يطاق police دين المركبة الجيل المركبه يصوره الجواب الصح هو جوج 3-4 هذا هو الجزء الأول للسلسلة رقم 3 بالنسبة للجزء الثاني ستطلقه في صندوق الوصف أسفل الفيديو لا تنسوا تعليق إذا أعجبكم الشرح و تدروا بارتاج و تدروا جيم و تطلقه في الجزء الثاني من السلسلة رقم 3 الذي ستطلقه في صندوق الوصف أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته